السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتابعين الغاليين يارب تكونوا بخير معانا النهاردة وصفة بسيطة جدا جدا وبص بقى مقدرها معانا شوية لحمة هي حوالي كيلو وطبعا تقدري ربع كيلو نص كيلو كيلو مالهاش مقدار معين ومعايا كده شوية خضار لملمت الخضار اللي كان في التلاجة عندي واجبته قلت عمل بي وصفة حلوة كده معايا ده الفلفل الالوان او ما فلفل رومي اخضر لو عندك معايا بصل بصلتين احمر وبصل ابيض وكوسة ومعايا بطاطس ومعايا بتنجر رومي ومعايا جزر ومعايا صلصة طماطم ومعايا سمنة بلدي تقدري طبعا تستبدليها بزيت مفيش اي مشكلة بصوا هي يعني مقدرنا بسيطة جدا وزي ما قلتلكم كل الحاجات اللي عندي في التلاجة جبتها واعمل بيها الوصفة دي شوية خضور وشوية لحمة يلا بقى تعالي كده اتواصة او حل على النار وتعالي نشوف هنعمل ايه دي الطاصة بتاعتنا اهي ودي معلقة السمنة البلدي زي ما بقولكو تقدري تستبدليها بزيت نباتي عادي وده البصل بتاعي قطعتوه يعني كبير قطعي كبير مش لازم يكون صغير تمام كده عايزة بقى يقلب فيه شوية مش عايزة تحمر قوي يعني دوب كده بس يطرى كده وياخد لون خفيف تمام قلبي فيه كده شوية حلوين هيا النار طبعا عالية عندي اهو زي ما انتو شايفين كده والوصفة دي تقدري برضو تعمليها بالفراخ يعني لحمة او فراخ هنزل بقى باللحمة كده على البصل عايزة اقولكو بقى ان اللحمة لما هتتعمل بالطريقة دي هتخلي تعمل خضار حلو جدا يعني احسن يعني افضل من انك تسلقيها زي ما انتو شايفينها كده انا عايزة بقى اللحمة هنا انا مش حركها عايزة بس ايه تاخد صدمة كده وعايزة تقفل مسام بتاعتها وبعدين اول ما تاخد لون يعني لون خفيف هبدأ اقلبها على الوش التاني بصوا ناسبتها هنا فترة كده اقلب بقى كده على الوش التاني بصوا اهي لون خفيف عشان بس ايه تبقى طرية معانا في الوصفة وما تنشفش معانا واختري برضو حتة لحمة تكون طرية وبردو زي ما بقولوكم المتوفر عندكم في التلاجة يعني ما تتقيدوش بحاجة معينة الموجود عندك طلعي وعمليه هيبقى احلى وصفة قلبوها كده هسيبها برضو على الوش التاني ده عايزها برضو تاخد لون كده وتتشمع وتبقى حلوة بصوا بحركة خفيف كده اهي بقى بعد ما سبتها على الوش التاني بصوا كده كويس جدا تمام كده اللي بيها بص تقليبتين كده حلوين عشان كله كده يختلط مع بعضه انا زي ما بقولوكم هسويها هنا انا مش هسلق اللحمة هسويها كده زي ما هي وتقدري تعملي كل انواع الخضار بالطريقة دي يعني اي خضار عايزة تضفيله لحمة هيكون معاك بالطريقة دي هنا هنزل بقى عايزة انزل بشوية مية حوالي كوبايتين برضو ده الاول المستكة انا نسيتها في الاول هديها تقليبه بس عشان المستكة تسيح واسبيها ايوه بصوا بقى دي الميا بتاعتنا ميا مغلية بلاش ميا سععة احنا ما ضفناش اي توابل ولا اي حاجة اللي ضفناه كله كان المستكة هسيب بقى اللحمة دي لغاية ما تستوي خالص انا عايزة سويها بالوضعية دي كده تمام فاسبوها بقى تاخد وقت سواها كل واحد اللحمة بتاعته عارف هي بتاخد وقت تقدقي فاسبوها تستوي براحتها تمام كده انا كده اللحمة بالنسبة لي خلاص استوت يعني سويها حوالي تسعين في المية لان هي مش هتاخد مع الخضار وقت ودي صلصة الطماطم ابدأي بقى سبكي صلصة طماطم مع اللحمة دي شوية بس كده يغلو غلوتين وياخدو من طعم بعض زي بقولكو بعد المرحلة دي تقدر تدي في اي نوع خضار بسلة جزر كوسة اللي انت عايزيه ده الخضار بتاعي قطعته وكان عندي شوية بسلة في الفريزر طلعتهم تمام هنا كل الخضار بتاعي مع بعض اللي انا وارتهلكو في الاول والمتوفر عندك برضو كده خلاص الصلصة بتاعتي بقت كويسة جدا انزل بقى بالخضار المتقطع ده انا معايا جزر ومعايا كوسة ومعايا بطاطس ومعايا فلفل الوان ومعايا اي تاني ومعايا بتنجان رومي بتنجان بيبقى حلو على فكرة في الوصفة دي لما بياخد طعم اللحمة وطعم الصلصة بيبقى حلو جدا وكمان يعني اكلة كويسة ومفيدة بصوا كمية الصلصة الطماطم عصير الطماطم اللي انظفته ده يعني برضو ايه كل واحد حسب زوقه ملهاش كمية معينة بتحبي صلصة الطماطم كتير زودي مثلا كيلو طماطم على الكمية دي فحسب الكمية اللي هتعمليها قلبوا بقى كده بصوا يا كمية الخضار دي برضو هتهبط يعني مش هتفضل كده مليات طوصة تمام في المرحلة دي هبدأ اتبل بقى هحط هنا معلقتين ملح انا بالنسبالي معلقتين ملح علشان الكمية دي مش قليلة الكمية دي يعني هتملع عندي طاجنين فكمية كبيرة مش صغيرة وطبعا زي ما قلتلكم التدبيل ده كل واحد حسب زوقه دي نص معلقة كمون انا دايما بحب اضيف الكمون في كل الاكلات تمام كده ومعايا نص معلقة فلفل السود نص معلقة صغيرة وكفاية قوي نص معلقة صغيرة على الكمية دي انا عايزة حس بتعم الخضار وطعم اللحمة مش عايزة التوابل تبقى مغطية على طعم الحاجات دي لان الخضار بطبيعة وطعمه حلو تمام كده قلبوا بقى وصيبوه مع بعض دي التواجن بتاعتي يعني طاجنين متوسطين انا بحب دايما ادهن التواجن بالزبدة حتى لو هضيف فيها حاجة سيلة كده برضه بحب اغلفها كده بمعلقة سمنة بلدي او زبدة متوفر عندك وزي بقولكو نوع السمنة لازم يكون كويس علشان يدي نتيجة كويسة في الاكل بلاش تجيبوا انواع يعني طعمها يكون مش حالة فحاولوا تختاروا نوع السمنة بتاعك ويكون كويس وطبعا انا بتكلم على السمنة البلدي مش السمنة اللي هي العادية النباتي تمام كده ده الخضار بتاعي واستوى 80% تمام هبدأ بقى انا وزعه في الطواجن زي ما انتو شايفين عندك طاجن دي فيه ما عندكش طاجن في صنية فرن او تقدر يكملي سواه زي ما هو كده في الطاصة وفي الحلة في المتوفر عندك يعني ما تتقيديش بحاجة في الوصفة دي المتاح عندك اعمل ايه بصوا شكل الخضار ما شاء الله والالوان بتاعت الخضار حلوة جدا هي وصفة بسيطة جدا وطعمها حلوة ومفيدة يعني فيها كل انواع الخضار تمام واللحمة طبعا مستوية يعني انا اللحمة في المرحلة دي مستوية بس طبعا اللحمة نزلت كل الحاجات الحلوة اللي فيها دي في المية اللي احنا حطناها عليها والخضار شرب من كل النكهات دي فطبعا الخضار هيبقى طعمه حلو جدا وزي ما بقولك برضو تقدر يتعملها بالفراخ نفس الطريقة بدل ما تضيفي اللحمة دي في الفراخ بس لو هتضيفي فراخ يبقى تبلي بقى في الاول تبلي الفراخ في الاول عشان الفراخ بتبقى زفرة شوية غير اللحمة اي تيور بتبقى غير اللحمة تمام كده جمع هم على طاجنين كمية برضا انا عاملة كمية كبيرة مش صغيرة من شاء الله هبدأ بقى الطواجن دي هغطيها لازم اغطيها علشان تكمل سواها كويس في الفرن ومش عايزها تاخد لون الاول يعني اللون ده هيبقى في الاخر او مش لازم تاخد لون يعني انا بس عايزها تاخد من طعم الطاجن والطاجن تعارفين الطاجن الفخار بيدي طعم حلو جدا للاكل ومن الحاجات الصحية جدا بس هغطيها بقى كده ادخلها على فرن 200 درجة بصوا مش هقولوك على وقت معين بس يعني ممكن حوالي ساعة وصيبوه في الرف اللي في النص لغاية ما تحسوا ان كل حاجة اختلطت واستوت مع بعضها ويلا بقى نشوف ايه هنقدمه ازاي بصوا ده بعد ما طلع من الفرن ويلا بقى ان شاء الله كده تكون الوصفة عجبتكو جربوها وتنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة بصوا وطلع من الفرن تحفة ما شاء الله وجربوه بألف ألف هنوشفة بصوا لسه بيغلي الفخار بيحتفز بالحرارة لفترة طويلة يلا اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة